اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هندردش شوية بس عن مقاومة الانسولين وده موضوع الكلام بدأ يكتر عنه فهنتكلم عنه بسرعة كده وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو بص يا سيدي الانسولين ده هرمون بيطلع من البنكرياس بتاعنا عشان ليه وظائف كتير من اهم الوظائف دي انه بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا عشان الخلايا تستفيد بيه واتطلع طاقة وتقوم بالعمليات الحيوية بتاعتها فهو مهم لكل اجزاء الجسم فالشخص مننا لما بيكل مستوى الجلوكوز بيبدأ يعلى في الدم ففي اشارات بتوصل للبنكرياس تقول له يا عم يا بنكرياس طلع لنا انسولين عشان نستفيد بالجلوكوز ده ويدخل جوه الخلايا ونستخدمه كطاقة ده الطبيعي الانسولين يخرج يدخل الجلوكوز جوه الخلايا فمستوى الجلوكوز يتزبط ويرجع للمعدل الطبيعي بتاعه في الدم لكن في بعض الحالات بيبقى في حاجة اسمها مقاومة انسولين يعني الكمية الطبيعية بتاعت الانسولين دي مش قادرة تدخل الجلوكوز ده داخل الخلايا وبالتالي البنكرياس مطالب بكميات اكبر من الانسولين يطلعها عشان يدخل هذا الجلوكوز الى الخلايا فالبنكرياس بيطلع كميات اكبر واكبر من الانسولين عشان يحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم ويقدر يدخله داخل الخلايا لكن مع طول الوقت ومع مرور الزمن البنكرياس بيحصل فيه اجهاد وبعد كده ممكن يفشل في انه يخرج الكميات دي من الانسولين لانه بيعمل بطاقة اكبر من طاقته لفترات طويلة وبالتالي مقاومة الانسولين ممكن تؤدي بعد كده الى مرض السكر او مرحلة ما قبل السكر فمقاومة الانسولين معناها ان الخلايا مش بتستجيب للكميات الطبيعية من الانسولين عشان نحافظ على مستوى الجلوكوز وعشان الجلوكوز ده يدخل داخل الخلايا وبنحتاج كميات اكبر من الانسولين وده مع الوقت بيكون مجهد ويعمل فشل بعد كده في البنكرياس وما يقدرش يخرج انسولين وممكن مع الوقت الشخص يجي له مرض السكر وفي نوع تاني او في شكل تاني من اشكال مقاومة الانسولين وهو ان شخص بالفعل عنده مرض السكر وبياخد انسولين فلو الشخص ده بياخد كميات كبيرة من الانسولين عشان يحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم يعني بياخد واحدة لكل كيلو يعني عيان وزنه 100 كيلو فبياخد 100 واحدة في اليوم فبنقول انه عنده مقاومة انسولين بس بدرجة متوسطة اما لو بياخد اتنين واحدة لكل كيلو او بياخد اكتر من 200 واحدة في اليوم فده معناه severe insulin resistance يعني مقاومة انسولين شديدة جدا بس دي بالنسبة للناس اللي عندهم سكر بالفعل انا النهاردة عايز اتكلم عن الناس اللي لسه مش عندهم سكر خصوصا الاطفال وصغار السن لو جينا نتكلم عن اسباب مقاومة الانسولين ليه الشخص بيجي له مقاومة انسولين في الاول في اسباب تبع الجينات هي جينات وكده تبع الجينات وبعض العوامل الوراثية زي حاجة اسمها طيب A insulin resistance مثلا وطيب B طيب B بيبقى فيه انتيبوديز او اجسام مضادة ضد الانسولين وبعض الامراض او المشاكل الوراثية الاخرى لكن برضو اللي انا عايز اتكلم عنه هو الاكويرت او اللي مش وراسي في عوامل مساعدة او اسباب بتعمل مقاومة انسولين ودي اللي عايزين ناخد بنا منها زي من اهمهم هي السمنة زيادة الوزن والسمنة هي العامل الرئيسي لمقاومة الانسولين وعشان كده دايما بنقول اي حد وزنه زيادة اي طفل عنده سمنة لازم نتحكم فيها ولازم نعالج هذه السمنة السبب التاني هي قلة الحركة بقينا نعتمد على العربيات بقينا نعتمد على المواصلات ما بقناش نمشي زي زمان حتى الشغل بتاعنا ناس كتير شغلها تغير ما بقناش نعتمد على الزراعة وعلى المجهود وبقى ناس كتير شغلها في المكاتب ومش بيتحركوا كتير فقلت الحركة من احد الاسباب كمان نظام الطعام السيء الناس اللي بتاكل ملح كتير في الطعام ممكن يعمل انسولين ريزيستنس الناس اللي بتاكل طعام فيه دهون مشبعة كتير الناس اللي بتاكل كميات كبيرة من الطعام والناس اللي بتاكل processed food كتير زي اللي في الصورة قدامك ده كل دي عادات سيئة في الطعام ممكن تعمل انسولين ريزيستنس او مقاومة انسولين كمان طبعا تقدم العمر يعني كل السن ما بيكبر ممكن يحصل مقاومة انسولين كمان بعض الادوية زي من اهمها طبعا الكورتيزول وبعض الادوية الاخرى ممكن تعمل مقاومة انسولين وكمان ممكن نلاقي مقاومة انسولين مع بعض الحالات زي تكيوسات المبايد مثلا بوليسيستيك اوفري سندروم او نانالكوليك فاتي ليفر ديزيز اللي هي الدهون على الكبد او حاجة اسمها ميتابوليك سندروم ميتابوليك سندروم بنقول عليه لو لقينا 3 من 5 من العوامل اللي جاية دي سنترال اوبيزيتي محيط الخاصر بتاع الراجل اكتر من 102 سنتي او بتاع الست اكتر من 88 سنتي او لو فيه سكر بالفعل او مرحلة ما قبل السكر او لو فيه ارتفاع في ضغط الدم او لو فيه زيادة في التريجليس رايدز او الدهون السلاسية او لو فيه قلة في اله دي ال او الكوليسترول المفيد 3 من 5 من دول بنقول ان المريض عنده ميتابوليك سندروم الشخص اللي عنده مقاومة انسولين هتشوف عليه ايه او هيشتكي من ايه ممكن شخص يكون عنده مقاومة انسولين وما يشتكيش من اي شيء بيعيش بشكل طبيعي خالص لفترات طويلة زي ما قلنا لكن شخص تاني ممكن تشكي فيه امتى لو لقيت اوبزيتي زيادة الوزن والسمنة لو لقينا حاجة اسمها اكنثوذ نيجريكانس اللي هي لون غامق او لون بني بيكون اكتر حاجة عند الرقبة واحيانا بيبقى في الاجزلة تحت الابط واحيانا في منطقة الجروين ممكن شخص تاني ييجي يشتكي باعراض ارتفاع السكر البنكرياز بدأ يفشل انه يتحكم في مستوى الجولوكوز فنلاقي العيان بقى بيعطش كتير بيدخل الحمام بول كتير بيجيلو عدوة متكررة الحاجات بتاعت السكر اللي احنا عارفينها وبياكل كتير والحاجات دي ممكن شخص تاني يبقى معاق ارتفاع في ضغط الدم ممكن شخص تاني يبقى الدهون عنده مش متزبطة زي ما قلنا ترايج لسرايد عالية الـ HDL قليل وهكذا فلو جينا نتكلم عن مضاعفات الـ insulin resistance او مقاومة الانسولين فهو ليه مضاعفات كتيرة من اهمها طبعا ان الشخص يجي له سكر بعد كده ممكن يحصل متابوليك سندروب ممكن السمنة او الوزن يزيد اكتر واكتر والموضوع يسوق اكتر واكتر الـ inflammatory markers بتزيد CRB وغيرها بيطلع inflammatory mediators بتزيد في جسم الانسان ودي طبعا حاجة درة ممكن يحصل مشاكل في الاوعية الدموية سواء microvascular او macrovascular يعني يحصل مشاكل بعد كده في العين مشاكل في الكلى ممكن يحصل stroke او جلطة في المخ مثلا وهكذا فليه مضاعفات كتير ايه هي الفحوصات اللي تعملها بقى لو انت شكيت ان جالك طفل مثلا عنده 10 سنين 12 سنة او مثلا 20 سنة المهم جالك شاب صغير كده ولقيت وزنه زيادة ولقيت فيه مثلا اكنثوسيز نيجريكانس السامار او اللون البني الغامق اللي عند رقابته فانت شكيت في مقامة الانسولين وعايز تعرف في مقامة الانسولين ولا لا الحقيقة ان الفحص الادق اللي هو بنقول عليه جولد ستاندرد حاجة اسمها ايو جليسيميك انسولين كلامب تيكنيك ودي بنعملها عن طريق ان احنا بندي للشخص ده انسولين بتنقيط وريدي بريت او بمعدل عالي وفي نفس الوقت بنديله جولوكوز بكميات مختلفة بحيث نحافظ على مستوى الجولوكوز عنده في الدم سابت وفي المعدل الطبيعي وبعد كده بنشوف كمية الانسولين اللي احنا بدناها وكمية الجولوكوز اللي احنا بدناها ونبدأ نقارن بينهم ونشوف يعني احتاجنا قد ايه جولوكوز عشان نعادل هذا الانسولين لكن دي طريقة غير عملية بس هي الجولد ستاندرد لكن مش بتتعامل اعرفها بس من باب العلم بالشيء اما التحليل الاشهر اللي انت بتسمع عنها دلوقتي تحليل اسمه هوما اي ار ده تحليل مفيد بيتعامل لو طلعت النتيجة اكتر من اتنين فغالبا بيكون الشخص عنده مقاومة انسولين في تحليل تاني اسمه كويكي وده لو النتيجة بتاعته طلعت اقل من 339 من الف فغالبا برضو الشخص بيكون عنده مقاومة انسولين لكن الاشهر والاكثر انتشارا هو هوما اي ار كمان طبعا الشخص ده انت شاكك فيه فهتطلب له اصلا تحليل سكر ممكن يكون عنده سكر بالاساس فهنطلب تحليل سكر صايم وفاطر وتراكمي كمان هنطلب لبت بروفيل تحليل الدهون زي ما قلنا كمان يوريا كرياتينين عشان نشوف ونقيم وظائف الكلا عنده اللي ممكن تكون متأثرة كمان نشوف فيه مايكروالبيومينوريا ولا لا يعني فيه البيومين بينزل في البول دليل على مشكلة في الكلا يعني او لا ولو انت شكيت ان العيان عنده مشكلة او مضاعفات هتعمل التحليل او الفحوصات بتاعتها يعني انت لو شاكك ان العيان عنده مشكلة في الكورونري ارفيز الشرايين بتاعت القلب مثلا يعني فانت هتعمله اي سي جي هتعمله اي كو حاجات زي كده وتحليل تانية ممكن تتعمل لكن الاشهر يعني او اللي انت هتطلبه طبعا هي تحليل السكر والدهون ووظائف الكلا والهوما اي ار طبعا لو جينا نتكلم عن العلاج واحد عنده او لقيت عنده مقاومة انسولين بالفعل يعني مثلا زي ما قلنا طفل او شاب كده ولقيت وزنه زيادة ولقيت فيه السواد او السمر اللي حوالين رقابته فقلت له اعمل لي مثلا هوم اي ار وتحليل السكر وهكذا فاكتشفنا انهو عنده مقاومة انسولين لكن ما عندوش سكر وما عندوش اي مشاكل تانية مقاومة انسولين فقط فالعلاج في الحالة دي هو اساسي لايف ستايل موديفكيشن يعني غالبا لا نلجأ لاي ادوية في هذه الحالة فقط لايف ستايل موديفكيشن وفولو اوب او المتابعة بعد كده فاول نقطة طبعا هي الوزن مش محتاجة كلام لازم لازم ينزل وزنه كل كيلو بينزل هيحسن معاه مقاومة الانسولين جدا النقطة التانية انهو يزود الفيزيكال اكتيفتي بتاعته يعمل رياضة نص ساعة يوميا لو يقدر اكتر من كده كمان يعمل النقطة التالتة انه يقلل الملح في الاكل النقطة الرابعة انه ياكل طعام صحي والطعام الصحي ده بيشمل ان احنا نقلل total calorie intake عموما يعني كمية الطعام اللي بيكلها والكالوريز اللي بياخدها تقل وطبعا لو نقدر نتابع مع دكتور تغزية علاجية يكون افضل بس عموما الخطوط العريضة هي اننا بنقلل السكريات البسيطة وبنقلل زي ما قولنا البروسيس دي فود وبنزود الخضار والفكهة في الطعام الالياف وعلى عموم برضو فيه اطعمة بيبقى ليها يعني مستوى الجلوكوس فيها عالي فالاطعمة دي نقللها او نمنعها لو نقدر زي مثلا العيش الابيض زي البطاطس زي حاجة اسمها breakfast cereals بس دي مش موجودة عندنا كتير زي الكيك والكوكس وبعض الفواكه زي البطيخ وزي البلح الحاجات دي نمنعها ازا امكن وفيه اطعمة تانية بنقول عليها لو او intermediate glycemic index يعني مستوى الجلوكوس فيها بيكون قليل شوية فدي ممكن الانسان ده يأكل منها بشكل اكتر شوية زي مثلا الحبوب والبقوليات والفواكه التانية زي التفاح مثلا وزي ما قلنا الخضار والخضروات والارنبيط والالياف وكمان المكسرات وكمان منتجات الالبان والاسماك وبعض انواع اللحوم وطبعا زي ما قلتلك لو نتابع مع طبيب تغذية علاجية كمان يكون افضل وافضل كمان طبعا ممنوع الكحوليات ممنوع التدخين وبعد كده نتابع هذا الشخص جيدا نتابع الوزن بتاعه اللي بيقل والحركة بتاعته وكل شيء ونتابع بعد كده برضو بالتحاليل كل فترة عشان نشوف مثلا لا قدر الله بدأ يحصل ارتفاع في نسبة السكر في الدم ولا حاجة او بعض المشاكل او المضاعفات الاخرى لكن بالنسبة للأدوية فغالبا لا نستخدمها طالما مفيش سكر ومفيش مشاكل تانية لكن من بعض الأدوية الكويسة في موضوع الانسولي رزيستانس طبعا الميتفورمن او السيدوفاج مثلا وحاجة تانية برضو اسمها ثاياثوليديناديونز زي البيو بليتازون مثلا لكن الافضل هو السيدوفاج او الميتفورمن لكن طالما الشخص ما عندوش مشكلة تانية غير مقاومة الانسولين لا ننصح به يعني الافضل هو اللايف ستايل موديفكيشن فقط اللي هو ضبط الوزن ونمط الحياة والغذاء زي ما قلنا والرياضة وهكذا كمان في بعض الأدوية الجديدة زي SGLT2 Inhibitors اللي هي زي مثلا دابا جليفلوزين والإمبا جليفلوزين اللي هي بتعمل ايه اصلا بتخلي الجلوكوز ينزل مع البول وبالتالي مستوياته تقل في الدم وبالتالي البنكرياز مش عليه ضغط جديد عشان يطلع كميات انسولين كبيرة لان الجلوكوز نفسه مستوية كده كده نزل في الدم لكن برضو كل دي دراسات ويستخدموا مع المرضى اللي عندهم سكر بالفعل بيكونوا مفيدين جدا سواء SGLT2 Inhibitors أو DDP4 Inhibitors أو GLB1 Agroist وطبعا لو فيه اي مشكلة اخرى فاحنا بنعالجها لكن انا كان كلامي الرئيسي عن الشخص اللي لسه ما عندوش اي مشاكل وعنده بس مقاومة انسولين فيه نقطتين هقولهم بسرعة كده ان لو شخص عنده type B insulin resistance يعني معناها ان فيه اجسام مضادة ضد الانسولين في جسمه فالشخص ده طبعا حالة بتبقى صعبة شوية وبيحتاج ستيرويدز كورتيزونات وبيحتاج immunosuppression حاجة تقلل المناعة في جسمه وهكذا لكن طبعا دي حاجة يعني متخصصة اكتر واكتر كمان لو شخص اللي هو مريض سكر بالفعل وبياخد انسولين وبيحتاج كميات كبيرة من الانسولين اكتر من 100 مثلا ففيه concentrated insulin ممكن يستخدمه يعني انسولين مركز يقدر يستخدمه عشان طبعا الكمية ما تبقاش كبيرة ويقدر ياخد الكمية المناسبة ليه هسيب لك بعض الروابط عن الموضوع ده في الوصفة اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم